السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نوه لشغلة تعلق بتقديم طلب الحصول على الجنسية السويدية. طبعا بداية عندما الشخص يدخل حتى يقدم الطلب اونلاين. ففي تحديث بسيط رح يطلع له الموقع بهذا الشكل. زمان كان يطلع له بس واحد مربع واحد للدخول اونلاين. متى ما مشوف هيك. ندخل بعدين ما حبيب يباقي البنك ايدي ويكمل. لكن هون حاطين تعديل جديد. قبيل يحلمaaa و CutbpseninReadt Environmental Services ، يتم بنية هاتف بوقינك جديد أن يصبح إيط باعة التي تحتها إن أمنا التطلاق ضد الأطفال على الوقع إلى نزادة أطفال وأشفة temperatures ، يجب ان ي unloadير التطلاقات table بسيطات scrambled أيضا. ترض journeys مثل هذه الموقيع ي gestحن من الموقع 실�د موضع. اطفال اطفال مجنسين يرفقوا اطفالهم بطلب الجنسي فبيقدموا من هذا الطلب بحيث انه لا يوجد داعي بعدين انه يطبعوا الطلب بكفي انه يوقعوا بالبنك ايدي وبالتالي هؤلاء هذه الفئة لا يوجد داعي تطبع طلب الحصول على الجنسية السويدية والاستمار حتى توقع عليها بالمقابل اشخاص اللي عندهم اطفال و بدهم يرفقوا اطفالهم بطلب ايقبوا حصول على الجنسية سويدية فلازمبط بيطبعوا الطلب كالموتاد ويوقعوا عليه وبحال وجود اطفال فوق 12 سنة كمان شعر الكثير منهم انه الوالدين لازموا وقعوا على طلب الحصول على الجنسية لأطفالهم يعني مثلا زكنت الامام تقدم طلب الحصول على الجنسية وبدت ترفق اطفالها معه فلازم كمع الاب يوقع والاقشو صحيح كمع زكنت الاب عم يقدم على الطبال معهم فلازم توقع الأم إذا كان شخصين العائلي كلها تقدم مع بعض فبكفي الأب أو الأم يقدم طلب للأولاد معه والطرفين يوقعوا إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومة وشكرا للمتابعة والسلام عليكم